أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول تعريف الممرات الخضراء وأهم أنواعها مع إبراز دورها وأهميتها تناول هذا الإصدار استجابة مصر للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية وتحسين المناخ والبيئة هذا وقد أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد وهو ما يمثل أولى الخطوات نحو التحول لإنشاء الممرات الخضراء